فاكرين الاراجوز يعني يمكن مفيش حد في سننا ما يعرفش الاراجوز والاطفال دلوقتي الموجودين في بعض الاماكن عارفين الاراجوز كلنا لنا ذكريات مع الاراجوز انا شخصية ليه ذكريات مع الاراجوز وفتكر مرة ان احنا هربنا من البيت عشان نتفرج عليه من وراء ممتنا وكان يوم ممتع جدا رغم ان غلط طبعا الاطفال الصغيرين يروحوا مكان من غير ما اهل يوم يعرفوا ولكن كانت تجربة حلوة اللي يتفرج عليه ممكن زمان كمان في التلفزيون لو معرفش ان هو يروح يحضر له عرض كان فيه بنشوف اراجوزات في المدرسة في يوم مثلا احتفال او فيه مناسبة معينة كانوا بيجبوننا الاراجوز ممكن حد يكون شافوا في قريته الاراجوز موجود ومحفور في ذكرياتنا كلنا كمان الاراجوز ده مصري 100% ده مش كلامنا بس لأ ده كمان بتأكيد من منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة واللي ادراجته ضمن التراث الشعبي المصري بالشكل الرسمي تعالوا كده نروح نتفرج على الاراجوز ونفتكر مع بعض الذكريات الحلوة ده اراجوز المدارس ده نورت المجال فارس ولا زي فارس اواجه لا اوالي داري بحل ما ودارس وعلى جروح روح مدايس وحيحكي لنا حكاية عنوات لايس وحايس واحكي يا ابن المدارس سع اتي ал نوفي شكرا 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 ده اسمع ايه سعف تغليل اه شمع اي Earlier اعناZ اصبه من السعر اصبه من الفيديو شكرا يخرج مظلم كلمنا فا اصبيل زكريات الحلوة بقى والأرجوز معرفش موجود فين دلوقتي أول أنا عارف أنه لسه موجود في الكرة ولسه موجود في المدارس للأطفال لو بيعملوا احتفال ولا حفلة ولا حاجة بس مش عارفة هل في عروض مثلا زي السيرك والحاجات دي أعتقد زميلي بيقولولي وزارة الثقافة بتعمل عروض لأرجوز أنا يعني لو في عرض قريب أعتقد أن أنا هروح هيكون في مسرح العرايس إن شاء الله